أول مرة أعود في مصر بصراحة شديدة وحد يقول لي مش عايز مدير فني أجنبي أنا عايز مدير فني مصري دور مهمة جدا كالتحاد ربق عندي مديرين فنيين ليه اخترت المدرسة المصرية يعني معين ممكن يكون في خبرات يتختلف مش مدرسة مصرية إحنا جينا كالتحاد حتين أقول نحنا عايزين سيستم مختلف لأن إحنا لما ينقلد روسيا مثلا مطلع تعالى ما عندنا أو النظام الفرنساوي أو أي أن كان أنا جاء الليدو أنا وصله هو يروح معدي أنا وصله هو يروح معدي لأنه هو على طول عنده innovation فإحنا قلنا لا 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 شوف المستوى العالمي المستوى بطل العالم فين دلوقتي إحنا عايزين نوصل أعلى منه بعشرة في المية 15 في المية هنشتغل على ده تمام ولازم يقى فيه ابتكار لازم المدرب يبتكر المدرب يبتكر ده وحيجرب ويقلف حاجات ما يلزبناش طب افرد قلف حاجة وما مشيتش لا خالص بالعكس إنت لما تبدأ بقى تكتهد وتبتكر وتفكر بطريقة مختلفة تمام ربنا حيزقك في اتجاه الصح خلاص حيدي لك حاجات تساعدك في شغلك عشان توصل وده اللي كان معنا الحقيقة الحاجة الأهم عندنا بقى إن احنا اشتغلنا بطريقة فردية احنا لعبة فردية مش لعبة جماعية فاشتغلنا بطريقة فردية احتياجات كل لعب مختلفة عن التاني تمام مختلفة عن التاني يعني ايه يعني هديك مثال بسيط جدا احنا أول حاجة عملناها عملنا دي ايه تاستنج على طول لعبتنا كلها لقينا إن في لعبة عندنا مثلا عندها حساسية من الويت من الشعير من اللبن من الحاجات كتير فبدأنا نوقفها لقينا إن عندنا مثلا كان عندنا البطالين وقتها كان عندنا إسلام إسلام حامد وياسر حفني واحد بشرة صمراء واحد بشرة بيضاء تمام؟ بنمرانهم بنفس الطريقة رغم إنهما مفروض يتمرانهم طريقة مختلفة تكتلع عضلات تآتي مختلفة تماما يعني في الجيم ده محتاج تقل عالي بتردودات اوليلة وده محتاج تقل قليل بتردودات عالية فواحد بيتقدم التاني ما بيتقدمش تمام؟ فبدأنا نشترى العلم على كل واحد أوقات كل واحد وظروفه مختلفة تماما عن التاني سواء مدرسة أو جمعة أو شغل تمام؟ فبدأنا ننكيتر التمرين على كل واحد لوحد مش لازم انت يبقى نفس المدرب ده هو اللي بيدربك هنا ده ممكن مدرب يمشي معك ده ما يمشيش معك المدرب اللي مش مختنع بالعيب او العيب مش مختنع بالمدرب ما ينفعش يبقى مع بعض تحت اي مسامة حتى لو انت افضل مدرب في العالم مش هتنفع لان انت الكامستي لازم تبقى موجودة والارتياح النفسي ده من اهم الحاجات اللي موجودة اشتغلنا لايف كوتشنج اشتغلنا سابلمنت اشتغلنا الريكوفري ايه اكتر حاجة نفعتنا في البداية كانت اللايف كوتشنج كانت شغل اللايف كوتشنج المنت اللي محتاجه للعيب في حياته عموما ايه اكتر حاجة نفعتنا قبل توكيو الريكوفري احنا كل ما بقى نعمل حاجة بقى يظهر لنا مشاكل في حاجة نبدأ ناناليزة ونشوف ايه للحل بتاعها فاحنا في الاخر خالص كان الفاين تيونيج بنقول كان في السابلمنت والريكوفري الحاجات اللي احنا ناخدها للريكوفري احنا لعبة شقة جدا فمحتاجة ان اللايب يبقى جاهز التمرين بتاعتين يوم او جاهز المطش بتاعتين يوم بشكل كويس فدي الحاجات اللي هي نفعتنا ايه